إذا كنت على وشك أنك تثبت إما Arch ومشتقاتها أو Fedora ومشتقاتها أو Debian ومشتقاتها باستخدام نظام الملفات أو File System Better FS وبعدين مخطط أنك تستخدم Time Shift لحتى تعمل عملية النسخ الاحتياطي فهذا الفيديو أكيد رح يفيدك بشكل كبير لحتى نشوف شو هي الطريقة الأمثل والصحيحة للاستفادة من ميزة السنابشات الموجودة بال Better FS ودمجها مع Time Shift وبنفس الوقت دمجها مع الـ Grab Bootloader لحتى في حال صار في عندك مشكلة بأحد النسخ اللي عمالك تستخدمها والنظام مع هذا أقلع بالمرة إذا رجعت للـ Grab ممكن أنك تختار آخر سنابشات تعملتها باستخدام Time Shift وتأقلع منها من الـ Grab مباشرة طبعاً هذا الفيديو بينطبع على التوزيعات أو على عملية التنصيب اللي عمالك تعملها حالياً وليس عن نظام اللي موجود عندك لأن في بعض الشروط اللي لازم تكون محققة إذا ما كان موجود عندك Subvolumes بهيكلية محددة فما رح يشتغل هلأ أنا اليوم رح أشرح كيف ممكن أني نعملها على Fedora وعلى Arch في حالة Debian إذا شفت الفيديو اللي أنا عملته عن تثبيت Debian مع الـ Better FS فكمان رح تمشي كل هاي الأمور معك إذا كان في عندك نظام بيستخدم File System مختلف عن الـ Better FS فهي الطريقة أكيد ما رح تشتغل طيب على Fedora أنا بعد ما قلعت من الفلاشة أو من الآيزو رح إجي للإنستوليشن ديستينيشن ورح قل له هلأ أنا محدد القرص اللي بدي سبت عليه بس بدل ما يكون على الأوتوماتيك رح قل له Custom بعدين رح نقل له Done رح قل له Click Here to Create Them Automatically طيب هلأ هذا الـ Scheme اللي هو عاطينيها بالنسبة إلي مناسب وما بدي غيره بس بدي غير أسماء الـ Subvolumes اللي عملها أول واحد بدي غيره اللي هو الـ Root هلأ الـ Root رح إجي لخانة الـ Name الموجودة على اليمين واستبدله بالكامل بإشارة Add فقط لغير ورح قل له Update Settings هلأ الخطوة اللي بعدها ليست إلزامية بس من الأفضل إني أعملها ألا وهي كمان بحالة الـ Home كمان إني غير اسم الـ Subvolume غيره من الـ Home للـ At Home ورح قل له Update Settings ولسه في عندي خطوة ليست إلزامية ولكن من الأفضل إني أعملها لأن الـ Time Shift وقت اللي بده يستخدم الـ BetterFS بيتوقع أنه يكون في عندك مجلد أو Directory اسمه .snapshots موجود بالـ Root Directory فرح إجي لإشارة الزائد ورح قل له بالنسبة للـ Mount Point رح تكون .snapshots رح قل له Add Mount Point رح حدد هاد الـ Subvolume وبنفس الشكل رح غير الاسم رح غيره للـ At .snapshots ورح قل له Update Settings وبعدين رح اضغط على Done رح وافق على التغييرات وبعدين ببتدي عملية التنزيل هاد في حالة فيدورة أما على Arch فأنا أفضل أنك تثبت الـ Arch باستخدام الـ Script اللي هي Arch Install لأنه بهاي الطريقة رح تقوم بإنشاء الـ Subvolumes وتحطها بترتيبها الصحيح رح يقوم بإنشاء الـ At رح يقوم بإنشاء الـ At .snapshots رح يقوم بإنشاء الـ At Home فكل هاي الخطوات رح تكون مؤتمتة إذا كنت عمالك تستخدم الـ Arch Install أما إذا كنت بدك تعملها بطريقة اليدوية التقليدية فرح يكون في عندك خطوات كبيرة بالبداية لازم أنك تحدد شو هو الـ Partition اللي بدك تثبت النظام عليه بعدين لازم تعمل عملية إنشاء نظام الملفات بعدين لازم تعمل عملية Mount أول شي رح تكون على الـ Slash MNT ضمنها رح تعمل الـ Subvolumes الجديدة بعدين رح تعمل Unmount ورح ترجع تعمل عملية Mount جديدة باستخدام Options محددة لحتى تحط الـ Subvolumes الصحيحة وتربطها بالـ Partitions اللي قمت بإنشاءها طبعا يعني عملية معقدة أكتر فأنا أفضل وبشدة إنك تستخدم Arch Install لإنها بغاية البساطة الشيء المضحك إنه في عندي الـ Grab Dash Better FS اللي رح نستخدمها موجودة على مستودعات Arch الرسمية في حين إنه الـ Time Shift غير موجود في حين إنه على فيدورة عندي الـ Time Shift موجود على مستودعات الرسمية أما الـ Grab Dash Better FS فليس موجود هلأ خلينا بالبداية نشوف الـ Arch وبعدهم نروح للفيدورة على Arch إذا كنت عمالك تستخدم أي AUR Helper Paroo على سبيل المثال فرح نستخدمه لحتى نثبت البرنامجين طبعا الـ Grab Dash Better FS رح يثبته من المستودعات الرسمية لإنه موجود فرح يجي وقل له Paroo Dash Time Shift Dash Bean لحتى ما يكون في عندي أي عملية Compilation ورح قل له Grab Dash BTR FS طبعا أنا البرنامجين مثبتهم ما رح أرجع ثبتهم فرح قل له No بعدين تقريبا نحنا شبه خالصين على Arch ظل عندي بس ثلاث خطوات الخطوة الأولى أني فعل Grab Better FS والخطوة الثانية أني أنشئ النسخة الاحتياطية أو السنابشوت والخطوة الثالثة أني حدث إعدادات الـ Grab وبعدين أعملها أنه يتم عملية التحديث بشكل أوتوماتيكي كل مرة بيعمل نسخة احتياطية جديدة فلحتى فعل Grab Better FS رح قل له sudo systemctl enable-dash now ورح قل له Grab-BetterFS.path هلأ الخطوة اللي بعدها أني أنشئ النسخة الاحتياطية فرح نفتح الـ Time Shift رح نعطي كلمة الثر طبعا هلأ أنا بحالتي فتح عندي بباشرة لأنني كنت فتحه من قبل بس أول مرة بتستخدمه رح نجي للوزرد هذا رح يكون الشي اللي بتشوفه أول مرة بتستخدم الـ Time Shift فهو محدد بشكل أوتوماتيكي الـ Better FS رح نقل له next بعدين حددنا وين بدي أعمل الـ Snapshot طبعا هون في عندي الـ Directory أو الـ Sub Volume اللي هو .snapshots فرح قل له next بعدين إذا بدي أعمل العملية تتكرر كل يوم رح نقل له كل يوم كل أسبوع كل شهر رح نخليها على الأرقام الافتراضية رح نقل له next وبعدين ما بدي أضيف الـ Sub Volume الـ Home أو الـ At Home للـ Snapshots فرح قل له next ورح قل له finish خلينا نعمل نسخة احتياطية جديدة طبعا مثل ما اللي شايف أنه العملية كانت لحظية لأنه عملا نستخدم الـ BetterFS هلا قبل ما نعمل إعادة تشغيل ضل عندي أني حدث إعدادات اللي grab فرح نقل له sudo grab-mkconfig-o slash boot slash grab slash grab dot cfg مثل ما اللي شايف أنه found snapshot لقى النسخة الاحتياطية وضافها للـ Bootloader طيب خلينا نعمل إعادة تشغيل سريع لنشوف رح يظهر ولا لأ بقائمة grab فلو قلت له restart ومثل ما اللي شايف أنه بقائمة grab صار في عندي خيار جديد اللي هو آخر خيار اللي هو Arch Linux Snapshots إذا دخلت عليه رح شوف أنه في عندي الـ Time الـ Snapshot اللي عملها الـ Time Shift وإذا صار في عندي أي مشكلة بنظامي وما عاد أقلع ممكن أني أقلع من هاي الـ Snapshot واستعيد النظام بالكامل وكأن شيئا لم يكن خلينا ننتقل لفيدورا لأن الخطوات مختلفة شوي هلا مثل ما حكيت في حالة فيدورا فالـ Time Shift موجود على مستودعات في دورا الرسمية فرح نثبته باستخدام الـ DNF فرح نقول له sudo DNF install time shift ولكن الـ Grab-BetterFS ما له موجود فرح نجي للـ GitHub لحتى نحصل عليه طبعا رابط الـ GitHub رح يكون موجود بسندوق الوصف وطبعا أنا فتحت هذا الرابط لحتى نشوف شو هي الخطوات اللي بدي استخدمها اللي هي خاصة بفيدورا أو بأي توزيعة تانية ما بتعملها بشكل أوتوماتيكي فأول شي رح اجي للزر الأخضر اللي هو الكود وانسخ الرابط اللي بديها وبعدين رح ارجع للـ Terminal ورح قل له git clone ورح اعمل عملية لسق للرابط وبعدين رح قل له cd-grab-betterfs ورح قل له sudo make وبعدين رح قل له sudo make install طيب طيب هلأ صار عندي الـ Grab-BetterFS جاهز موجود على النظام بس هلأ بدي أعمل الخطوات الخاصة بفيدورا لأنه فيدورا عملية عملية إعادة إنشاء إعدادات grab تستخدم grab-to-makeconfig وليس grab-makeconfig ففي بعض الاختلافات بينها وبين التوزيعات التانية على سبيل المثال arch فلو رجعنا للـ GitHub ونزلنا لأسفل الصفحة نزلنا شوي بالإعدادات بهذه الصفحة رح شوف على فيدورا رح نشوف بالنسبة للمانول هاي الخطوات اللي عملناها الميك انستول صاب موجود عندي هاد اللي موجود على الفيدورا لحتى أعمل عملية إعادة إعادة الـ Configuration للـ Grab لازم أني استخدم هاد الأمر بس لسه في عندي خطوة قبل هاي الخطوة لازم أني أعملها اللي هي موجودة بقسم الـ Customization فأنا لازم أني أفتح هاد الملف اللي موجود بهذا المسار وأعمل عليه عملية التغيير فرح انسخ هاد المسار رح أعمل Ctrl-C ورح إيجي باستخدام الـ Nano أو الـ Veeam رح إله sudo Veeam ورح نعمل عملية اللسق بهاد الملف هلا هون رح إيجي للسطر التالي اللي موجود تقريبا بنهاية الملف رح إيجي لهاد السطر اللي هو الغرب underscore betterfs underscore grab underscore dear name ورح شيل الهاش من البداية لأنه شايف إنه هو موجود اللي grab 2 كمان رح إيجي للسطر اللي بعده اللي موجود اللي grab underscore betterfs underscore make config كمان رح أشيل إشارة الهاش لأنه شايف إنه هو الغرب 2 dash make config ولسه في عندي آخر سطر بدي أعمله اللي هو الغرب underscore betterfs underscore script underscore check كمان رح شيل الهاش لأنه كمان أخذ الغرب 2 رح أحفظ هاد الملف وبعدين رح نفتح كمان رح نعمل عملية السودو system ctl enable dash dash now ورح قل له grab dash betterfs dot path ورح نضغط enter هلا خلينا ننشئ نسخة احتياطية جديدة رح نفتح time shift كمان رح نمشي بالخطوات بالكامل رح نقول له أوكي رح نقول له create كمان تم الإنشاء بشكل لحظي قبل ما نعمل إعادة التشغيل رح نقول له sudo grab2 dash mk make config dash o etc هاي الخطوة رح تكون مختلفة عن ال grab بدل البوت رح تكون etc grab2 dot cfg وكمان مثل ما شايف انه لقى ال snap shot خلينا نعمل إعادة التشغيل لنشوفه رح يلاقيها ولا لا وهي كمان بحالة fedora شايف انه في عندي الفدورا linux snap shot اذا دخلنا عليها رح شوف ال snap shot اللي عملتها اذا دخلت عليها رح نختار الصورة اللي بدي اقلع منها رح نختار اللي هي مع الكيرنن الجديدة وبنت المالي شايف انه اقلع النظام وصار ممكن اني اعمل عملية تصحيح الخطأ اللي كانت موجودة عندي واستعيد نظامي بشكل صح يا ربي يكون الفيديو عجبكن اذا عجبكن لا تنسوا ضغط زر الاعجاب بلتقي فيكم بالفيديو جاية وبأمان الله